هناك برنامج تلفزيوني اسمه You are not the father أنت لست الأب ويعد هذا البرنامج من أنجح البرامج التلفزيونية التي تعرض في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم فكرة البرنامج ببساطة أن تقوم امرأة بدعوة عدد من الرجال الذين أقامت معهم علاقة جنسية للبرنامج وذلك ليخضعوا لفحص الحمض الوراثي DNA لكي تعرف من هو ولد طفلها أو طفلتها لا تستغرب أخي هذا ما يحدث في الغرب ومن أغرب الحالات في البرنامج حالة امرأة اسمها روزاليندا والتي دعت أكثر من 18 رجلا للبرنامج وخضعوا جميعا للتحليل حتى تتعرف على ولد طفلها بكاروا لكن نتيجة التحليل ظهرت سلبية لم يكن أي منهم والد طفلها حيث تسبب ذلك في انهيار الطفل بكاروا ذو العشر سنوات ودخوله في موجة بكاء هستيري البرنامج قدم أيضا أزواجا دعوا زوجاتهم للتأكد من نسب أطفالهم إليهم وكانت النتيجة سلبية أيضا وبذلك ظهرت خيانة بعض الزوجات البرنامج يعرض منذ واحد وتسعون تسعمائة وألف ومكون من عشرين موسما وأكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة حلقة في كل حلقة يتم معرض ثلاث حالات على الأقل ويعرض على قناة MBC الأمريكية هذا البرنامج يظهر مدى الانحلال الأخلاقي وضيع الأنساب الذي يعاني منه الغرب والمجتمع الأمريكي خصوصا لأجل ذلك يحاربون نظام الأسرة في المجتمعات الإسلامية وفي عموم الدول العربية على الخصوص وذلك عبر المنظمات النسوية المتمردة على الدين والقيم والأعراف أو ما تسمى بمنظمات حقوق المرأة بدعوة أن الإسلام ظالم للمرأة قال الله تعالى وإنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا دوزل الدرجة ويخص المغربة دابة هذا ما يتعلق بتغيير مدونة الأسرة أو تعديل مدونة الأسرة هذا الشيء اللي يبغينه هذا الناس المغربة أخصم يحلوا عينهم وإذا بقينا تعدل المدونة كما بغواهما ما تستغربوش من دابة عشر سنين إنه اللي وفي نفس الوضعية اللي فيها أمريكان دابة